خلل في ده يا سوز عماد بص بص هل غياب الرؤية السياسية الحصيفة السليمة اختيار التوقيتات يعني مش عاد بص ببساطة من المعروف جدا التحقيقات في حوادث الطيران بتستمر لسنين طويلة اه احنا حابين اللي يبقى فيه شفافية حابين اللي يبقى فيه مطالعة اول باول على المستجدات بس في نفس الوقت لما نيجي نبص على تصريح الحكومة عندنا في مصر حوالين الحدثة طلع بعد 8 ساعات من تصريح الحكومة الروسية وطلع لا يحمل شيء لا شيء يعني الكلام المؤتمر الصحفي اللي اتعامل العالمي علشان خاطر يتكلم على الحدثة بتاعت الطيارة برضو لم يحمل فيه فحواء اي شيء يعني يبرد السدر او يعني يحل اي ازمة فالنتيجة احنا استعملنا للادوات الالمية واضح اللي هو فيه خلل التوقيتات اكيد فيها خلل يعني انا النهاردة مفيش اي حاجة تجبرني اللي انا اطلع تقرير في التوقيت ده علشان اقول احرج فيه انا هستعمل كلمة احرج فيه الجانب الروسي واقول لهم انتو غلطانين حتى لو كنت انت مقتنع 100% ان تقريرك سليم انو الطيارة لم تسقط نتيجة عمل ارهابي نتيجة عمل فني كان ممكن تأجيله انا مش يعني حتى لو تصورنا للفترة اللي فاتت دي كلها مدى ال45 يوم اللي فاتوا كانوا كافية اللي هم يقدروا يطلعوا بتقرير مبدئي يؤكد اللي مفيش عمل ارهابي اعتقد اللي التوقيت كان ممكن يتم النظر اليه على الاقل التنسيق مع الجانب الروسي قبل الاعلان بحيث اللي الرسالة تطلع من ناحية بقى السياسية او من ناحية الاعلامية تطلع متوافقة ما تحركش الجانب المصري وما تحركش الجانب الروسي ويبقى فيه عملية توافق حوالين الموضوع ما يبانش اللي فيه تراشق احنا بنقول لأ ما فيش وهما يقولوا لأ خبراءنا بيقولوا لأ فيه ويباني اللي احنا بنختلف مع بعض مش بنشتغل مع بعض يعني دي حاجة وارجع برضو لجملة قالها برضو نائب البرلمان قال احنا سعداء ان الجانب المصري بيقوم بعملية التحقيق ونصق في انهم هيطلعوا النتيجة في الوقت المناسب وبشكل مناسب احنا دلوقتي بنهز الثقة اللي الناس حطنا فيها اوتوماتيك يعني احنا ما عملناش حاجة في المقابل عشان طب الساز